وفي محاولة أوروبية للضغط على روسيا من أجل إيقاف عملياتها العسكرية في أوكرانيا دعا جوسيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي دعا دول التكتل إلى البحث في الاستيلاء على الاحتياطات الروسية المجمدة بالعملات الأجنبية وإرسالها لإعمار أوكرانيا وهي الدعوة التي قوبلت باستنكار رسميا من روسيا حيث وصفتها بأنها غير قانونية وتقود الثقة في أوروبا المزيد في التقرير التالي في تصعيد أوروبي جديد ضد روسيا دعا جوسيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي دعا دول التكتل إلى البحث في الاستيلاء على الاحتياطات الروسية المجمدة بالعملات الأجنبية لاستخدامها في دفع تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا بعد العملية العسكرية التي تشنها موسكو دعوة من شأنها زيادة الضغوط على موسكو لكن المفوضية الأوروبية في بروكسل لم تطرح أي اقتراحات سياسية في هذا الصدد من جانبها استنكرت روسيا على لسان نائب وزير الخارجي أليكساندر جروشكو استنكرت الدعوة إلى سحب الأموال الروسية المجمدة ووصفتها بأنها غير قانونية وقال جروشكو أن الدعوة تقوض النظام المالي والثقة في أوروبا والغرب بشكل عام مضيفا أن عددا كبيرا من الدول إلى جانب روسيا ستدافع عن النظام العالمي على أساس القانون الدولي ومنذ الرابع والعشرين من فبراير الماضي وبعد فترة وجيزة من العملية الروسية في أوكرانيا جمد الاتحاد الأوروبي وحلفائه مئات المليارات من الدولارات من احتياطات النقد الأجنبي المودعة في حسابات المصرف المركزي الروسي وأعلنت موسكو في مارس الماضي أن العقوبات المفروضة على المصرف المركزي جمدت نحو 300 مليار دولار من احتياطاتها من الذهب والعملات الأجنبية التي تتجاوز 600 مليار دولار